مشاهدين الكرام أرحب بكم مجددا بعد أسبوع كامل في حلقة جديدة من برنامج المجلة السعودية على قناة الحياة المسيحية واليوم بإذن المسيح هنتكلم عن هل المسيحيين يعبدون ثلاثة آلهة؟ حياكم الله أحبتي في المسيح أحييكم مع فقرة جديدة من فقرات أسئلة المسلمين الشائعة وسؤال اليوم يقول هل المسيحيين يعبدون ثلاثة آلهة؟ واحد من أخوتنا المتقدمين للمسيح من خلفية إسلامية يجاوب على تساؤلات المسلم ويقول مثل حال كثيرين مثلنا المسيحية تعلم التوحيد وتحرم الشرك مش دين شرك مثل ما يعتقد البعض بسبب تشويه صورة المسيحية حنا المسيحيين ما نعبد ثلاثة آلهة بل نعبد إله واحد كتابنا يقول في التوراة اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا إله واحد تثنية ستة أربعة نفس الآية استشهد بها مين؟ ربنا يسوع المسيح في مرقص 12 الآية 29 ولما عاد السائل يردد أن المسيحيين يعبدون ثلاثة آلهة رد عليه الأخ المتقدم وقال لا يوجد أي دليل في الإنجيل يقول اعبدوا ثلاثة آلهة ولكن هذا الفكر المغلوط عن المسيحية جاء من خلال اتهامات القرآن لنا حنا المسيحيين في سورة المائدة 37 والمائدة آية 116 والنساء 171 القرآن يقول أن الله تزوج مريم وخلف يسوع المسيح والمسيحيين يعبدون ثلاثة آلهة ولكن الحقيقة هي أن عبر تاريخ المسيحية منذ نشأتها إلى الآن لا يوجد أي دليل على هذا طيب السؤال هو هل الآب والابن والروح القدس ثلاثة آلهة السائل المسلم يقول طيب أنتم تعبدون الآب والابن والروح القدس فرد عليه الأخ المتقدم وقال نعم ولكن هذا الثالوث ما تكلم عنه القرآن ولكن القرآن ينتقذ ثادو صلى الله والصاحبة مريم والولد يسوع في سورة الأنعام الآية 101 فقال المسلم لكنكم تعبدون الآب والابن والروح القدس وهذا كفيل بيجعلكم مشركين لكن المتقدم رد عليه وقال حنا نعبد الله الواحد الآب والابن والروح القدس الإله الواحد قال المسلم أتحداك أن تجد آية في الإنجيل بها كلمة ثالوث رد عليه المتقدم لا أحب لغة التحدي بسبب فقدان عنصر المحبة ولكن هستخدمها للحجة أنا أتحداك أن تجد آية في القرآن بها كلمة توحيد توقف المسلم عن التفكير لوهلة ثم قال لكن مفهوم التوحيد موجود ضمن آيات القرآن مثل قل هو الله هو واحد فقال له الأخ المتقدم كلامك صحيح كلمة التوحيد غير موجودة في القرآن ولكن القرآن يعطي مفهوم التوحيد هم بعد الإنجيل لما قال المسيح اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس متى 28 الآية 19 كلمة توحيد أوجدها الفقهاء للدلالة عن هذا المفهوم مثل الثالوس الذي أوجده اللهوتيين للدلالة على هذا المفهوم الإنجيلي والحقيقة كلمة ثالوس بالعربي غير دقيقة وبالرجوع للنص اليوناني فقد تم استخدام كلمة ترينيتي والتي تدل على الوحدانية والثلاثية فالإيمان المسيحي مبني على الله الآب وكلمته المسيح وروحه الروح القدس فارتبك المسلم وقال لكن كيف أنتو تقول أن الله ثالوس هذا شرك مجوز بحق الله فقال له المؤخي المتقدم عندك في الإسلام تعاليم مثل كده هناك ثالوس في الإسلام والله ذاته ونفسه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب مائدة 116 والنفس هي الذات حسب مفسرين الإسلام فهل تعتقد أن المسلم يعتبر مشرك إذا قال أنه يعبد الله ونفس الله وذات الله ولو قال المسلم أنه يعبد الله وكلمته وروحه فهل يعتبر مشرك لكن الله واحد وهذه صفاته مرتبطة به فقال المسلم لا تشبه هادب تلك فالمسلم لم يخترق ألقاب الله وصفاته ولكن نستخدم كلمة كل صفة وكل اسم وصف الله لنفسه به في القرآن أو السنة فرد عليهم قدم وقال وحن المسيحيين هم بعد ما اخترعنا الثالوث من ذات أنفسنا ولكن علماء التفسير لخصوا هذا المفهوم بهذه الكلمة للدلالة عن الله الواحد المثلث الأقانيم ولا يوجد أي تعارض بين صفات الله ووحدانيته انتهى النقاش بين الأخ المتقدم والأخ المسلم دون أن يتنازل المسلم ولا المسيحي على الرغم من وضوح مظهر الصدمة في تعبير وجه المسلم أحبيت المشاهدين شاركوني هذا الصلاة من أجل كل نفس تبحث عن الحق يا سيد الكامل بالمسيح يسوع وصدي آمين